ورجعنا مرة تانية مشاهدينا لست مكملين مع بعض فقراتنا وانضمت لنا في الفقرة دي ريم صباح الخير يا ريم صباح الخير يا سارة الفقرة دي فقرة زريفة جدا احنا هنتكلم فيها عن الاضراب عمتا بس الاضراب النهاردة اضراب مختلف هو اضراب للمأزونين وده انا اول ما قريت الفقرة دي فريق الاعداد كان محضرها فاستغربت جدا لانه المأزونين بيتعاملوا مع العديد من الوزرات وزارة المالية وزارة الدخلية وزارة العدل فاكيد فيه برضو ليهم طلبات وليهم حاجات وعلشان كده احنا معينا النهاردة الشيخ اسلام عامر رقيب المأزونين منرحب بحديتك ومنقولك نهارك ساعة اهلا وسامة صباح الخير ساتة الشيخ صباح الخير وزاي ما كلنا بنقول ان احنا الفترة اللي فاتي كنا بنسمع عن رسموات كتير واضرابات كتير ولكن الجديد في الموضوع احنا اول مرة في الحياة نسمع عن اضراب مأزونين ايه اللي خلاكم تفكروا في ان انتوا تعملوا اضراب ويا ايه الاسباب انا شايف انا خلاك مخضوط شوية لا ابدا لا هو السؤال بس في حد ذاته احنا من اصلا احنا ماسمعناش احنا لو انتوا كنتوا عملتوا ده اقولوا انتوا عملتوا قبل كده بس في الحقيقة احنا اول مرة نسمع ان المأزونين يعملوا اضراب واعتصام فاليه الاسباب اللي خلتكم تعملوا اعتصام واضراب الايام ده لا والله ده هو الاعتصام اولا بدأ من عشرة تلاتة الفين وتسعة وده كان بمركز شباب عبدين ده من قبل الثورة من قبل الثورة بكتير احنا بقى انا اكتر من خمسة وتلاتين سنة بنتكلم وبنقول حق المأزون مهضوم في البلد صائت من حسابات الحكومة فبدأنا ان احنا نطالب بحقوقنا في ظل النظام السابق الذي ما زال وانا بأكد على الكلمة دي جدا لان مشكلتنا هنا احنا مش عارفين نحل حاجة في البلد نهائي احنا بنغير مجلس وزراء بنشيل وزير لكن المنظومة الداخلية مساعدين الوزير فأي وزارة زي ما هو المنظومة زي ما هي المؤسسة زي ما هي الآن زي ما هي ما بتتغيرش فانا ما عنديش تغيير بالرغم ان انشأنا نقابة للمأزونين الشرعيين برقم تسعمية تلاتة وتلاتين على اثنين في خمسة ستة الفين وحداشر او انا ينقص من النهاردة الموارد موارد زي ايه يعني يقولنا ايه الاسباب وايه الحاجات المعينة ايه اللي من خلالها خليته ايه طلع الفيديوكوناتو عمله فكرة اضراب واعتصام الفضل اقول لي لحضرتك اولا الموضوع يعني منقسم الى قسمين الاولاني الحفاظ على المال العام وخاصة مال صندوق تأمين الاسرة احنا عندنا اتنين مليون عقد زواج وطلع وتصادل ورجعة وزواج ملي للاخوة الاخباط وزواج شهر عقاري اللي هو زواج الاجانب مضبوط زي جزيد على ذلك ده في حاجة جديدة انا عرفتها بس اول مبارح للأسف ان وزارة الخارجية في جميع سفارات مصر على مستوى دول العالم يقام مراسم عقود زواج بيتم تحصيل طابع تأمين الاسرة بالعملة الصعبة والفلوس دي مش بتجلكوا الفلوس دي لصالح صندوق تأمين الاسرة الذي يقنشئ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 الصادر في 17 تلاتة 2004 بشأن انشاء صندوق تأمين الاسرة كيفية التحصيل انا اول مرة اسمع عن صندوق تأمين الاسرة لا ماهو ده من ضمن السندي اللي اتعملها قانون عشان كيف نسرق انا اسف وبقولها علانية انت قدمنا للسيد مساعد وزير العاد لشؤون المحاكم الطابع بتتزور في اهضار لمالي الصندوق نحصلها ماليات ونوردها لان الطابع غير محكوم النهار الطابع لما بيتزور والناس بتروح تشتريه من مكتب البريد وبيجي يحطه لك على الورق ويجي بعد كده حد يتابع فيقولك ان الطابع ده مزور مين اللي بيتقى عليه المسئولين المأزون اللي بيتحمله المأزون اللي بيتحمله المأزون اللي بيتحمله الطامة الكبرى ان احنا احنا ارباب المهنة احنا اصحاب المهنة احنا فاهمين الشغل ازاي صاحب الشاقن بيجيب طابع البريد من البريد طابع اللي صالح تأمين الاسرة بيمعب لك خمسين جنيه بيجيبه من البريد ايو بستب ليه انتو مش مسئولين ان انتو اللي تجيبوا الطابع معاكم دي مش مسئوليتي صاحب الشاقن هو اللي يروح يجيب وانا بش هروح اجيب له كل واحد طابع اما بيروح يجيب طبع من البريد ويطلع مزور انا اللي بتحمله لان الصاحب الشان بيقول انا جيته من البريد ايه بس هو برضو الشخص اللي اشتراه الطبع ما هو اشتراه برضو من مكتب البريد معه لو سألنا وقلنا الطبع بيتزور ازاي وقلنا الكلام دهوت عشان نحافظ على مال السندوق مال اليتامة والارام الفراءة بتوزارة العدل وبقولها علانية انه فراءة بتسيادة المستشار محمد منيح لاننا تقدمت بمذكرة قلت له نحصلها ماليات وتورط ماليات انت عندك مشكلة مع وزارة العدل والمالية والدخلية الدخلية صحة تضمن اجتماعي اتكلمتوا بقى مع الجهاد دي دلوقتي قبل ما انتوا نسمع ما انتوش الاضراب لحد دلوقتي انا بنزر اضراب للمأزونين على مستوى الجمهورية اللي لم يحن المشاكل المتعلقة ما بين المأزونين وما بين الوزارة النهاردة عشان بطالب بحقي المأزين بتتوقف عن العمل يعني ايه بيتوقف عن العمل يعني بيتم منعوهم من ممارسة عملهم يعني يبقى في مخالفة وياريتها مخالفة شرعية مخالفة ادارية يتم اقافه عن العمل والمأزون عندما توقف عن العمل بيته تقفل لا يأكل ولا يشرب حلو ايه طبعا لما اتكلمت مع الجهات المعنية ايه اللي حصل ووضن من طين ووضن من عجي ما حد جواله حد بيسمعه ولا حد بينفز طب الخطوة اللي جاية لم يتم الانتهاء من المشاكل بتاع المأزونين ففعلا هيكون فيه اضراب من المأزونين على مستوى الجبرية معناها ايه اللي معناها كده اللي هي أنا محدش هيتجاوز النقاعات هتتقفل محدش هيتجاوز عمالها توقف الحياة هتوقف ايوة طب بس احنا المفروض مش عايزين نوقف المركب السايرة المفروض نبتدي يعني نتفاهم لانه اكيد فيه عرائز كتير جدا يوم الاضراب ده يعني معنش تبقى صدمة بالنسبة ل أنا هلقل نفسي من من مكانك لمكانك أنا اللي بستضيفكو دلوقتي واسألكو سؤال صغير لما يكون حقق اصليكي بتاعك اه وبش ردد دهولك الدهية الامر من ذلك لما يكون حقق اصيل بش مكتسب وبتطلبي ان انا انفزهولك من ملك الخص واقولك لأ حلك ايه تعمل ايه لازم عمل بالدراب المعجون لمعاش لمرتب لتأمين صحي ما فيش اي حاجة لما انشأت النقابة هناك من توفية طلع طلع لول معاش النقابة دي حضرتك عملتها امتا وانشأتها امتا خمسة ستة الفين وحداشر للأسف من وزارة القوى العاملة يعني مش ليه لأسف من وزارة القوى للأسف ليه للأسف الوزارة بتاعتي ما احتضنتش المأزو بدل ما تدفع عني لان انا بدأ خلك تلاتة مليار سنوية بدأ خلك تلاتة مليار لا هي الفكرة انحراك بتقول ان ده حقق اصيل مش حقق مكتسب يعني ده حق انتو المفروض تاخدوه من غير ما اطلبوا بيه المفروض انا كموظف او في حكم الموظف ليه ابتقي التأمين صحي طيب المطلوب لو سمحت في واحد اثنين ثلاثة المطلوب اولا ان يقوم المأزون بتحصيل مبلغ خمسين جنيه من كل مواطن لتوريدها الى خزانة المحكمة لصالح صندوق تأمين الاسرة تجنبا لتزوير الطوابع وتزوير الطوابع هنوه عنها امام الجميع حضرتك النهاردة الطوابع بتطبع في مصلحة الدمغة ثم تنقل لهيئة البريد مفيا الطوابع بيتم استبدال تلك الطوابع بطوابع مزورة تبع في مكتب البريد والطوابع السليم يبع في الشارع بخمسة وعشرين جنيه طب ليه انا مش قادرة افهم ان الطوابع السليم يتبع في الشارع والطوابع المزورة انا دخلت طوابع مزور يتبع في مكتب البريد اثناء النقل العربية اللي بتنقل نزل للعشر اه فهو الفساد من الاول من الاول العربية طب ما انا نتجنب ده كلاته وانحصلها فلوس ده ورع الاستخطاعات اللي هي من وراء الطوابع بخمسين جنيه لما يستخطع سبعتاشر جنيه يوصل بنك نصر تلاتة وتلاتين جنيه طب ما انا بقول انا احصل الطابع ويورد لخزنة المحكمة يبقى حافظت يبقى المأزون هو المسؤول ان يورد الفلوس ووردت فلوس كاملة مكملة دون استقطاعات وهستقطع خمسة في المية عمول التحصيل ليه ولوزارة العدل طب ما نعايز انا في الفلوس اللي انتو مفروب بتجمعوها بعد اما بتحطوا الدماغات وبتعملوا التفتيش وبتعملوا الحاجات دي كلها الفلوس اللي انتو بتطلعوها في شهر او فاربع شهور دي بتروح لمين ريم بتقول للارامل والايتام بص يا سيتي انشاء صندوق تأمين الاسرة اللي صدر به هذا القانون للنفقات المتعسرة لارمالة ملهاش معاش ولذلك كان فيه حكم فيه محكمة الزقزيق وتفضل مشكور السيد رئيس المحكمة بعطفه وبحنانه وربنا قدره ودى حكم ب300 جنيه الارمال عندها 80 سنة بعد بصدر الحكم 300 جنيه 300 جنيه شهرين لم ينفذ ليه لم ينفذ لو يتنفذ يبقى جميع الارامل اللي ملهاش معاش هتقدمي وفتحته باب المار يبقى خدنا فلوس للصندوق ووزحنا والصندوق ده معمول عشان ايه مش عشان الارامل واللي جزها سبه وجري ودي حاجات كتير موجودة في المجتمع جزها مفهولة ما تعرفش عنه حاجات يبقى صندوق تأمين الاسرة الطامة الكبرى بقى ان بنك مصر ما بيصرفش لغاية دلوقتي فلوس كل ما يروح يقول اقامته فين وما بيصرفش إلا إذا كان الزوج من أرباب المهن او ارباب المعشان او صاحب وظيفة حكومية وارباب مهن بس كل دي تعصفات مش كل الناس ممكن يبقون ارباب المهن او معنو فيه ناس كتير جدا اللي هم اللي بيشتغلوا يوم بعد يوم فمعنوهم شو معايش او مشتبعين اللي جاها حكومية والله محدش هيقول هات إلا إذا كان محتاجت محدش بيقول هات إلا إذا كان محتاجت لو في الآخر معروف يعني الرقم اللي بيخش يعني ما بنزيدش او محدش هيزيد على الرقم اللي بيخش عليكم أرفع الدعوة مني أنا شخصيا بمحكمة ببنها الابتدائية مدني حكومة الدعوة رقم 17 لسنة 2012 وكانت منزورة يوم 4-3 وتم التأجيل لـ 8-4 بخصوص كده وما هي إلا دعوة حساب عاوزين نعرف تعداد عقود الزواج والطلاق والتصادق والرجع والزواج الملي وزواج شهر عقاري قد إيه وينضرف في 50 جنيه واقعات المواليد يا وزير الصحة من سنة 2004 لغاية النهاردة كم وقعت ميلاد وكم طابع لسق عشان نشوف الفلوس يا وزير التربية والتعليم الطفل النهاردة لما بيجي اندخله أولى ابتدائي بيتحطله طوابع بقيمة 20 جنيه على استمارة التقديم لصالح سنة إلا لك أنتوا دلوقتي أنتوا بتدخلوا للبلد للدولة مبلغ محترم مبلغ كليار 3 مليار سنويا 3 مليار سنويا دول يعملوا حاجات كتيرة انتوا بتاخدوا قصاده ايه تأمين صحي معاش شكرا شكرا أنا مخالف لقانون العامل الدولي أنا بتكلم هوت أي وزير أي مساعد وزير يا رئيس مجلس الوزراء يا رئيس المجلس العالم القوات المسلم بشير الاسلام فكرتوا تكلموا مع مكتب العامل يا ست الكل أنا مفيش باب ألا ما طرقته أنا مختص وخاص بوزارة العدل وزارة العدل شؤون المحاكم النهاردة وقفة قدام المأزون المستشار محمد منيع عشان بطالب بحقي يعاقب المأزون ليه أنا مش عارف احنا بنقول نلم فلوس تأمين الأسرة بنحفظ على المال وندخلها للبلد وناخد عمول التحصل وحق الرد طبعا على الموضوع ده أنا أنشأ للأسف بعد مرار أكتر من 30 سنة بطاقة تأمين صحي للمأزونين خضرتك اللي جريت وراء جريت وخلصتها وقطر ألف خيرها الدكتور هالا ماسخ نائب رئيس هيئة التأمين الصحي تحمل كل ده على عاتقية وعملنا تأمين صحي النقابة هتشيل 50% والمأزون هتشيل 50% أنا عندي غلابة كثير طيب خلينا نقول للجهات المعانية الوقت الأخير اللي بعده هتنزل وتعملوا إضراب هتنزلهم وقت قدقية إن لم يتم الاستجابة في خلال 15 يوم لغاية 20-3 أحنا من خلال البرنامج بنوجه نداء لكل الجهات المختصة لأنه أصل أنت أنت تعملوا إضراب دع فيه يعني تكسروا فرحة بنات كتير جدا لا مش فكرة هو فكرة أنه هو إضراب خطير يعني إضراب خطير يعني مفيش حد يقدر يتعلم عنكم في البلد أبدا مذكرة وقدمت للسيد الأستاذ المستشار محمد عبد العزيز الجندي وتأشر عليها من سيادته للسيد مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم بالتنفيذ بتحصيل تأمين الأسرة أدي واحد ولم ينفذ ولم يستجاب ولم ينفذ ليه؟ علامة استفام وعلامة تعجب الله أعلم وقع تانية وبشتكي فيها وبقدم بلاغ فلوس شهادات الصحية للأزواج اللي صدر بيها قرار من السيد وزير الصحة يوم واحد تسعة وبعته لمدريات الصحة راخر اللي هو تحرر الجهة الفحصة شهادة بنتيجة الفحص ولا تسلم تلك الشهادة إلا لصاحب الشأن أو وكيلي ويتم تحصيل مبلغ ثمانون جنيها وفي الآخر تزاد بنسبة عشر في المية الفلوس دي يتروح فين لصالح تحسين المنشأة ده ما فيه بقى تعمله صندوق يتحط فيه الفلوس دي ده الفلوس دي يتروحها لوزارة الصحة وأنا علي أنا إن أنا قبل مكتب الكتاب يجي للشهادة الطبية أطلع عليها وتأكد من صحتها ثم أتمم الزيجة بالرغم من ذلك وبحذر وبشوفها وزارة الصحة ما دك نشبر شامة يوم ستة تسعة يوم سبعة تسعة المنشور والجواب وكتاب الدوري جهة لمدريات الصحة من وزير الصحة الأسبق بخصوص الموال دي تجنيب المبالغ المحصلة نظير تكلفة استخراج الشهادة لحين موفاتكم بكيفية توزيعها دوروا على 32 مليون جنيه فلوس الشهادات الطبية أيوة يعني 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 تم تحصيل الفلوس دي ولكن تم تحصيل الفلوس الفلوس دي لما صادر قال لتحسين المنشأة ما احنا بنطلع المنشأة المستشفى اللي هتطلع الشهادة الطبية عشان لو حنا فيها الكسر كرسي الكسر أيوة طب وانت العائد بتاعكو ايه المفروض بها اخذ برشامة من التأمين الصحي طب ما انا بحفظ لقوه الدواء بحفظ لقوه عن فلوس إلى أن تم عمل تظلم راجعت الشهادة لأن القرار طلع خطأ هو فيه تحصيل رسوم أو فرض رسوم أو زيادة رسوم إلا قانون بقرار من وزير الصحة يقوله حصل تمانين جنيه والقرار ده كان امتى من سنة كم تسعة الفين وعشرة اه اشتغلنا لغاية شهر واحد أو شهر اثنين بتمانين جنيه كان في خلال المدة دي عملنا كل عمتين الف عقد في مية وستين جنيه عن كل عقد باثنين وثلاثين مليون دوروا عليهم راح تفعل الفلوس دي الله أعلم ما حدش يسألني فيها طب الدولة بتاخد نسبة كام من الفلوس كلها هقول لي لحضرتك عندك خمسين جنيه طابع واثنين وعشرين جنيه ونص الالف تقريبا بيصرف له تمانين جنيه بس مؤخر الف جنيه تمانين جنيه بس كده تمانين خمسة وتمانين في الحدود دي تقريبا لا يزل عن ذلك يعني انت متخاق والمقزون بياخد ايه المقزون بياخد ايه وبعدين تعليل مهاردة ده يعني أنا هقول لي لحضرتك كم المبالغ اللي احنا بنوردها النهاردة بقت فيه المؤخرات خمسين الف وعشرين الف وثلاثين الف ومئة الف ومصبوط يعني معنى ذلك زاد معدل للرسوم اللي احنا بنوردها تم ماخدش حقي موضع اللي احنا بنوردها انا عمدار السنين كنت فاكرة انهم اللي الروسوم دي هما انت اللي بتتحصلوا بيها ما ديش الغلبة احنا دار اللي كل احنا فاهمينه انا عندي حضرتك في بعض المأزونين على مستوى الجمهورية بيعمل خمستاشر عقد في السنة مفيش عدالة توزيع بس خمستاشر عقد ده حاجة ولاية like طب قسما بالله لو هياخد في كل عقد 100 جنيه طب انا عايز اعروش حاجة عدالة توزيع مين اللي بيوزع المفروض بوزارة العدل المفروض شؤون المحاكم المفروض ومين بقى اللي بيوزع في الحقيقة فعليا هي شؤون المحاكم هي شؤون المحاكم وشؤون المحاكم بتوزع علي ايه احنا ماشيين بلائحة من سنة 15 2015 ملف تسوعمائة وخمستاشر من سنة 2 2015 وخمستاشر طب انتو عندكم مشكلة كبيرة دلوقتي جدا الحقيقة فعلا يعني وكلمت قريدي مع الجهات المعنية لحد دلوقتي ما فيش اي قرار صدر ولا حتى رد فعل انا بطالب وزير العدل بالموافقة على تحصيل خمسة جنيه عن كل عقد زواج وطلاء وتصادق ورجعة من السادة الاعضاء المشتركين ومن يرغب في الاشتراك لنقابة المأزونين عشان اشيل حق اصلية غير مكتسب من مال الخاص وإلا اضراب انا بقول يا اخوان يعني انا بسأل سؤال انا هوضع سؤال صغير الحكومة النهاردة عندها استعداد لاي اعتمادات مالية في فلوس في البلد لما ما فيش استعداد يبانا يجي يا وزارة العدل انت النهاردة يا وزير العدل انا بقول انا بش هكبد الحكومة انا هشيل من مال الخاص معين المفروض ده ما يحصلش المفروض انتو اللي تشيلو لا انا بش هكبد الحكومة وبش عاوز حاجة من الحكومة انا هشيل نفسي بنفسي الشيخ اسلام عامر نقيب المأزونين احنا طبعا من خلال البرنامج هنا بنوجه برضو النداء لكل الوزارات المعنية الداخلية او العدلة او الصحة انهم ما يحلوا الازمة ديت لان في خلال اسبوعين فيه ضراب هيحصل من كل المزمين على مستوى الجمهورية فبالتالي هتحصل ازمة يعني ايه فجأة ما يبقاش فيه اي افراح احنا بنشكر حضرتك جدا اه طبعا شيخ اسلام عامر بنشكر حضرتك جدا رحب بنقول افلحة انصدق قدينة قدمت وبقدم بلغ تاني وهيكون لنا متابعة معاك في نهارة سعيد في الموضوع بتاعك يا جهازي يا مركزي يا رقبة يا ادارية السادة والستاذ الدكتورة عبد المجيد محمود النائب العام بوروا على فلوس صندوق تأمين الاسرة تعدي اكتر من مليار جنيه ولا يوجد بصندوق تأمين الاسرة اكتر من 13 مليون جنيه ما كنتقول خمسة جنيه والله من اللي حاصل لا والله يعني انا بجد والله العظيم اتمنى ان الجهات اللي بعناية بجد تاخد موقف يرضي الناس دي الناس دي ابناء الوطن وكمان مش بس ابناء الوطن بيدخلوا للدولة فروس كتير جدا جدا فخليني ان شاء الله اقولك ان الموضوع هيكون فيه متابعة هنا ان شاء الله الله المستعان ممكن ما ديعت انا بذكر واحد بيسم حديما مني بقول له الله المستعان انا بستعين بالله اشكرك انا بستعين بالله والله العظيم على الظلم اشكرك يا سيد الشيخ شكرا لحضرتك مشاهدين هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية اللي سمكملين مع بعض فقرتنا في النهارك سايد شكرا لحضرتك